الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة كمان كان عنده اجتماع حضر السيد مستشار عمر مروان وزير العدل والسيد السيد القصير وزير الزراعة وصلاح الاراضي والدكتور محمد فريد رئيس سيئة الرقابة المالية والسيد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية والدكتور مريم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التنمية التجارة الداخلية الاجتماع ده كان لمنعشة مخترحات لتحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع تعفيز بورصات موجودة عندنا كذا بورصة مالية وبورصة سلعية دي بورصة مصرية للسلع السيد رئيس الوزراء بدأ الاجتماع بأشعار إلى ما تم تنفيذه بشأن طرح عدد من المحاصيل الزراعية في البورصة السلعية موضحا أنه عدد المحاصيل الاستراتيجية التي قامت الدولة بإدخالها ضمن منظومة الزراعات التعاقدية يبلغ سبع محاصيل منها تلت محاصيل تم تداول عليها بالبورصة السلعية هادخوا عارفين طبعا أنه الزراعات التعاقدية اللي هي بسموها سعر الضمان اللي هي زراعات اللي الدولة بتعلن قيمة شرعها قبل أن تبدأ زراعتها وبيبقى الزراعينها عارفين أنه إذا زرعوا حياخدوا قد كده في الطن أو في الأردب أو في غيره وده بشجع وحفز كثير من الزراعات اللي بتحتاجها مصر خاصة من الزراعات الاستراتيجية اللي هما حسب كلام السيد الرئيس الوزراء سبع محاصيل منهم تلاتة دخلوا في البورصة السلعية نوه رئيس الوزراء أن الحكومة بتسعى إلى التوسع بإضافة عدد آخر من المحاصيل للتدور في هذه البورصة وأنه اجتماع اللي تم النهاردة اللي أشارنا إليه يأتي في إطار تنفيذ مجموعة من القرارات والتوصيات استدر عن مين؟ عن مجلس الأعلى الاستثمار اللي عقد مؤخراً بالقاست الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر في عددات كله وفاكية 22 قرار تضمن جزء من إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات بينها القطاع الزراعي وبحيث يتم العمل على تعميم آلية البورصة السلعية على باقي المحاصيل من خلال البورصة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك من خلال شراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار المعروضة معنى أنه بيدخل غير السعر التعاقدي اللي هو حد الأدنى للي هياخد المزارع مقابل محصوله المحصول بيدخل كمان البورصة وبيزيد سعره حسب التداول وده لا يخل بالسعر التعاقدي ده عشان يبقى كلام واضح سعر التعاقدي من الأول اللي هو سعر الضمان سعر الأردب أو الطن أو الكيلو أيا كان بيقوم محدد من بداية لا يقل السعر عما أعلم في البورصة السلعية ممكن يزيد ممكن يزيد وبالتالي المستفيد في الآخر هو المزارع والمستفيد هو المواطن اللي هو حضرتك وليل إنه ده بيؤدي إلى توافر المحاصيل اللي هي استراتيجية وبتستهلكوها في عندك وفي هذا الاجتماع سيد رمي الدكاني رئيس البورصة المصرية استعلق بعض الإحصاءات عن البورصة السلعية من نوفمبر اللي فات وغاية يوني الجاري أو أشعر إنه إجمال قيمة العمليات اللي تمت جوة البورصة السلعية دي بلغ 8.5 مليار جنيه وإنه ده يعني بيتزود البورصة المصرية عموماً والبورصة السلعية بتزود قدرة الدولة على تخطيل تحتياجتها من السلع الأساسية المتدولة في السوق المنظمة وإمكانية تدولها بدون يعني وجود عقبات وإنه يبقى واضح الصورة أمام صانع القرار الإتصادي في الدولة فيما يخص هذه السلع الاستراتيجية يعني طبعاً الاجتماع تدول أشياء أخرى تتعلق بهذا الموضوع منها تهيئة البنية التكنولوجية والتشغيلية للبورصة السلعية إنه عشان تدخل محاصيل وسلع جوة البورصة دي محتاج تهيئة بنية تبقى قدرة على توفير السلع دي بشكل عاجل وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء الفعلي من أعداد نظام مميكلة للتداول نظام مميكلة للتداول جوة البورصة يتوافق وظروف السوق والتجارة في مصر مع الأخذ في الاعتبار كل المعايير العالمية وكذلك ميكانة توريدات السلع الزراعية إنه تبقى توريدات يعني مميكانة عشان تضمن نقاء ونظافة وسهولة وصول المحاصيل وميكانة منظومة توريدات الأمح المحلي وتم ما يكانت عدد 376 نقطة تجميع أمح حلي لأنه ده تقول لحضراتكم دي سلع بتدخل البورصة تبقى في حالة جيدة عشان يتم التداول عليها بأسعار جيدة ووصولها إلى يعني نقطتها الأخيرة بنفس الشكل الأمح خد منقشة مهمة في هذا الاكتماع وفي الآخر تم التطرق إلى خطة المستقبلية للبورصة المستقبلية للسلع حيث تم منقشة خطة إطلاق مشتقات المالية على السلع المتدالة في السوق الحاضرة والمنتجات الاستثمارية ذات الصلة معنا التوسع عشان ما ندهاش على حضرتكم التوسع أكثر في سلع أخرى تدخل هذه البورصة بما يعني زي ما بنقول يوفر قدرة أكبر للدولة على الحصول على السلع الاستراتيجية وأيضا يوفر لي المزارع أسعار أحسن وطبعا توافر السلع دي للدولة السلع الاستراتيجية في الآخر هو بيوصل لكنتو لحضرتكم في بيوتكم لأن السلع دي أنتو بتستهلكوها وبالتالي ده شيء من الحاجات الحقيقة المهمة والتطور في مجال التسويق الزراعي وتوريد المحاصيل هي بيزيد ده السلع الاستراتيجية التعاقدية أو الضمان هي سبع سلع زي ما قلت من شوية بالقطع هناك سلع أخرى تحتاج أن تدخل تحتاج من الجهات المختصة من السيد السيد القصير وزير الزراع على استصلاح الأراضي من السيد رئيس الحكومة تحتاج إلى إضافة سلع جديدة إلى هذه السلع التعاقدية وخاصة أنه إحنا عندنا سلع يعني موجودة في مصر بنستهلكها أو بنحتاجها زي بزور الزيتية لعدد من المحاصيل مش موجودة عندنا مثلا الفول البلدي مش موجود العتس مش موجود عندنا عدد من الحاجات اللي يبدو أو ضروري إنها يعد راستها لدخولها عشان تشجيع الرزة برضو مش موجود ليعد يعني النظر إليها لو دخلت بأسعار الضمان التعاقدي ده ممكن تتشجع المساحات أكبر المزارع يلاقي يعني حوافز أكتر عشان يزرعها وكمان بوجود بورصة السلع دي فيها بتطور فيها المحاصيل دي أو جزء منها أو كلها ده كمان حيدي توافر أكتر سعر أفضل للمزارع كمان توافر أفضل وأسعار معقولة للمستهلك مش هنطول على حضراتكو في بقية الأخبار إحنا نخرج إلى فاصل ونعود بعده إلى فقرتنا التانية